جدد وزير الخارجية سامح شكري التأكيد على موقف مصر الرافد لأي محاولات أو إجراءات تدفع الفلسطينيين في قطاع غزة نحو مغادرة القطاع جاء ذلك خلال استقبال السناتر الديمقراطي كراس فان هولن والسناتر الديمقراطي جيف ميركلي عضوي لجنتي الاعتمدات والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في إطار جولة إقليمية بالمنطقة حيث استعرض شكري موقف مصر من تطورات الوضع في غزة والاتصالات التي تطلع بها مصر على الصعيدين السياسي والإنساني مؤكدا الأهمية القصوى لمرعاة عنصر الوقت في التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وأولوية وحتمية التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار